بعد سنوات من العطاء تسعة وخمسون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون معلما وأستاذا على موعد مع الإدماج الفوري في عملية ستنتهي قبل نهاية فيفري الفين وثلاثة وعشرين بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء أستاذ لما يكون لما اندمجه يصبح الالتزام أكبر تصبح مسؤوليته أكبر تصبح مردوديته أفضل يصبح فيه منصب قار والمنصب القار هو اللي يحقق للأستاذ نوع من الراحة النفسية ويتخليه يهتم كتير لأنه يكون متعاقد ممكن ما يهمهش كتير فيما يخص إدماج الأساتذة المتعاقدين نحن رحبنا وكل أساتذة رحبوا بهذا القرار نثمن هذا القرار الذي بطبيعة الحالة يخدم قطعة تربية تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية وصون هذه المهمة النبيلة وحفظها عبر إبقائها بعيدة عن كل استغلال نقاط شدد عليها رئيس الجمهورية لتضاف إلى قانون الأستاذ الذي سيجهز مشروعه قبل نهاية العام الحالي يعني ثقة كبيرة في سيد الرئيس الجمهورية ويعني ننتظر أنه من خلال هذا المشروع ومشروع قانون الأستاذ ننتظر أنه رح يرجع مكانة الأستاذ الحقيقية ننتظر أنه يكون هذا القانون في خدمة الأستاذ وإذا قلت في خدمة الأستاذ يعني رح يكون في خدمة المنظومة التربوية وفي خدمة التلميذ إدماج الأستاذة المتعاقدين بعد سنوات طويلة والإفراج عن مشروع قانون الأستاذ الذي انتظرته الأسرة التربوية كثيرا من شأنه أن يعيد الاعتبار للمعلم ويحسن المكانة الاجتماعية للمربي الذي يحمل رسالة ويكون أجيالا وليس فقط مجرد موظف أو إداري شكرا